دعونا مشاهدين الكرام نترك القراءة العسكرية قليلا ونذهب لقراءة سياسية خصوصا بعد ما بدأناه فشل حتى لمفاوضات القائرة وهذه الجولة من المفاوضات على الأقل هذا رأي حماس لأرأي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جون كيربي مستشار الأمن القومي في البيت العبيد يقول أن ما زالت هناك فرص لنجاح هذه الجولة هل تحل دعونا نقرأ في تفاصيل هذه التطورات مع ضيفي هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث الفلسطيني دكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية والرئيس السابق لمركز العودة الفلسطيني في لندن دكتور طارق أحييكا فشلت المفاوضات وحسم الأمر والحرب مستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أم أن هناك فرص وأمل في الوصول إلى صفقة خلال الأيام القليلة القادمة هو بداية دعنا نلاحظ بأنه في جولة المفاوضات كل الأطراف حريصة أن لا تعلن الفشل على الرغم أنها على الأرض فشلت يعني حتى من المفاوضات التي كانت موجودة في الدوحة لم تخرج بشيء وإنما كان الهدف هو إطالة أو إعطاء المفاوضات فرصة من الوقت أكثر ولذلك خرج البيان الثلاثي ليتكلم عن مفاوضات فنية في مصر ولقاء في نهاية الأسبوع تم هذا اللقاء ولكن أيضا لم يحدث هناك أي تطور لا في التوافق على المقترح الأمريكي بما في الموافقة الإسرائيلية التي يعني شروطها تقترب بشكل كبير جدا من المقترح ولا حتى في طرف حماس وباعتقادي حتى حماس يعني بالأمس عندما يعني انتهت جولة المفاوضات كانت حريصة أن لا تعلن فشل المفاوضات لكن لك كان لديها إعلان عن الفشل بشكل آخر أطلق صاروخ من خان يونس والصاروخ في أثناء جولة المفاوضات لا أعتقد أنه يخدم جولة المفاوضات لكن هو كان إعلان من حماس بأن هذه الجولة وصلت إلى نهايتها وبالتالي كان هذا تعبير حماس هو تعبير غير مباشر على أن هذه الجولة فشلت ثم بعد ذلك تممت حماس ببيان بأن هناك يجب بأننا ملتزمون بـ 2 جولاي وخطة بايدن وقرار مجلس الأمن هذا الموقف ولذلك نعم اليوم كيربي عندما بنى هذا الموقف بنى على هذه الحقاق أو على هذه الوقاع بأنه لا يوجد طرف معني بالإعلان عن الفشل ولا حتى إسرائيل نفسها لأنه أيضا إسرائيل نفسها لا تريد أن تخاطب عائلات الأسرة والجبهة الداخلية بأنه وصلنا إلى أفق مزدود وانتهى الموضوع يبدو لي وصحح يعني لو كان هذا الترح خاطئ أني بن يمينة يهو أو على الأقل الحكومة الإسرائيل وكانها لا تريد سلام ولا تريد صفقة بل تريد إطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة ومسألة الرهائن هي لا تلقي لها بالا من الأساس هل هذا صحيح؟ هذا واضح طبعا ليس فقط صحيح هذا واضح بشكل كبير وأعتقد لا يختلف عليه أحد بما فيه الأمريكيون يعني لا يختلفون على قضية أن نتنياهو لا يأبه لموضوع الأسرة وإنما يأبه إلى مستقبل السياسي وغير ذلك المشكلة اليوم أن هذا الموضوع لم يعد مقتصرا على نتنياهو إنما أصبح أيضا يمثل جزء كبير من المؤسسة الإسرائيلية لأن نتنياهو اليوم يحظى بشعبية أعلى من السابق خلال فترات الحرب خاصة بعد التصعيد الإقليمي الذي قام به في اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤار شكر والتردد في الرد حتى لا تقاد المنطقة إلى حرب شاملة وغير ذلك وهذا أيضا يتناغم أو ينسجم معه المجتمع الإسرائيلي داخليا بأن هناك إنجازات لا تتحقق بالإضافة إلى أن هناك تسويق على أن هناك إنجازات في غزة وبالتالي هذه الإنجازات يحاول أن يسوقها نتنياهو بطريقة أو بأخرى علما أنه هي إنجازات نسبية يعني إنجازات لمأزق الجيش الإسرائيلي في غزة منذ عشر شهور الذي لم يستطع أن يحزم الموضوع لم يستطع أن يحرر الأسراء لم يستطع أن يصل إلى قيادة المقاومة وبالتالي هناك تسويق من هذا النوع اليوم يتم التركيز على نقطتين في غزة محور نتسريم ومحور فلادلفيا وهتين النقطتين التركيز عليهم بأن هذا إنجاز عسكري علما أنه في المعطى العسكري الميداني ليس إنجاز إسرائيل قادرة على أن تحتل أي نقطة في غزة وهذا كان واضحا من بداية الحرب والمقاومة الفلسطينية كانت معنية بأن لا تواجه حالات التوغل إنما يدخل الإسرائيل أو تدخل القوات الإسرائيلية إلى المنطقة التي تريد ويتم وجابهتها في الداخل وبالتالي اليوم قضية محور نتسريم ومحور فلادلفيا هذا ليس إنجاز الإنجاز هو إمكانية البقاء هناك ولذلك اليوم تحاول إسرائيل أن تعزز من البنى التحتية في هدين المحورين حتى توصل رسالة إلى جميع الأطراف بما فيها حماس بأننا بقون وأن هذا وضع مستدام وهذا جزء من الضغط في المفاوضات جزء من دفع حماس إلى أن تقدم تنازلات ما في ما يتعلق بالمستوى أو الخط الذي وصلت إليه أو الذي وافقت عليه بالتالي لا يوجد إنجازات ولكن هناك محاولة لتسويق بأن هناك إنجازات في قطاع غزة في بعض القضايا المشكلة اليوم أن المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى شراء نصر يعني حتى لو كان نصرا وهميا حتى لو كان نصر كاذب هو بحاجة إلى شراء مثل هذه البضاعة وهذه البضاعة للأسف اليوم لا يستطيع أحد أن يقدمها إلا نتنياهو لا يوجد معارضة سياسية بالمعنى الحقيقي في هناك لا يوجد طرف آخر مناقض لتنياهو يقدم مشروع لأن نتنياهو مثلا مطالب بأن يقدم استراتيجية للحرب هو حتى الآن لا يقدم استراتيجية لا يقدم إجابة على اليوم التالي مثلا فيما بعد الحرب وهذا حتى لابد نفسه لهذا الكلام كل ما يقدمه لنا بن يمين نتنياهو والحرب إلى ما لا نهاية إلى الأبد لكن أين نقطة قوة نتنياهو أنه لا يوجد طرف آخر في إسرائيل قادر على أن يقدم شيء بديل صحيح ولذلك نتنياهو سيبقى مستمر في هذه الاستراتيجية أو في هذا المسار حتى يخرج طرف إسرائيلي قادر على تقديم بديل هذا لا يوجد حتى في الأفق المنظر على الرغم أن الولايات المتحدة وبعض المؤسسات حتى بعض المؤسسات اللوبي صهيوني الداعم لإسرائيل يحاول أن يدعم بعض الأطراف داخل إسرائيل من أجل أن يكون طرف سياسي مقابل لهذه الحالة لأن الحالة السياسية داخل إسرائيل هي استعصاء سياسي أيضا من نوعاته أعتقد حتى دعم بني جانتس بشكله وبغير فشلوا فيه يجعلوه مكافئ لبني نتنياهو السؤال هل بني نتنياهو يريد أيضا إطالة أمد الحرب لانتظار ترامب إذا صح هذا التعبير وبالتالي فرصه كمان ستكون أفضل ومسألة تحقيق ما يسمى بالنصر المطلق مع رئيس سيعطيه كل ما يريد أكثر مما حتى أعطته هذه الإدارة أم لا أنا حقيقة متشكك بأن ترامب سيعطي نتنياهو كل ما يريد نتنياهو وضح ترامب وضح موقفه بشكل واضح هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن يعود الرهائن إلى بيوتهم وبالتالي يجب إنجاز اتفاق نتنياهو على العكس تماما أنا باعتقادي هو يحاول أن يلعب في هذه المرحلة الانتقالية يحاول أن يلعب في فترة الفراغ الأمريكي الفراغ السياسي الموجود في أمريكا الآن في ظل مأزق الديمقراطيين ما بين بايدن وهاريس وغير ذلك وبالتالي هناك حالة فراغ يحاول أن يستثمرها يحاول أن يلعب على وطر التناقضات ما بين ترامب وما بين هاريس لكن باعتقادي هو يحاول استثمار فترة ما قبل الانتخابات أو ما قبل مجيء ترامب أو ما قبل مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة سواء هاريس أو ترامب لأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون معنية بشكل أكيد بأنه بإنهاء الحرب وأن تقدم يعني أن تمارس ضغوط أكبر لكن على مستوى ترامب تحديدا أنا باعتقادي أنه نتنياهو بقدر ما يمكن أن يستفيد من ترامب ومن سياساته المتطرفة في المنطقة بقدر ما يمكن أن يواجه معه عقوبة تحديات لأنه أيضا ترامب هو شخص فردي وشخص معتد بآراءه ومواقفه وبعض مرات قد يدخل في تحدي مع نتنياه بالنسبة لما كان يقال عن حرب شاملة مع كل فصائل المقاومة في المنطقة يبدو أن البعض يقرأ أن هذا أصبح يتراجع بعد ضربة حزب الله بالأمس على ما يبدو أنها اكتفت بهذه الضربة إسرائيل حتى اكتفت بضربة استباقية إلى آخر وكأن هناك ما بين الطرفين حالا لا يجب أن نستمر أكثر من ذلك هل هذا يضعف المقاومة الفلسطينية وحماسة أم لا؟ يعني لو أردنا أن نقيم ما حصل بالأمس تحديدا باعتقادي أنه أغلق نصف الباب على فكرة المواجهة الشاملة لأنه سطاع الطرفان سواء حزب الله أو إسرائيل امتصاص الحدث وعدم التصعيد والذهاب إلى هذه المرحلة وباعتقادي أصلا الضربة كانت يعني مصممة بهذه الطريقة بأن ترد على اغتيال شكر وينفذ الحزب وعده وبنفس الوقت يمنع لا يذهب إلى حرب وباعتقادي الحزب أصلا يعني عمل على ثلاث تناقضات أو ثلاث استراتيجيات متناقضة خلال هذه الفترة أن لا ينفصل عن الواقع اللبناني الذي لا يريد الحرب وأن لا ينفصل عن واقع غزة بنفس الوقت وعدم فصل حماس عن المحور وأن يبقى متصلا بفكرة وحدة الساحات وهذه معادلة الأمانة دقيقة ويعني شئنا أم أبينا وافقنا أو تخلفنا أو خلفنا في بعض القضايا أنا أعتقد بأن الحزب قام بإدارة معادلة دقيقة جدا جدا على مدار العشر شهور يقوم بمعايرة معادلة دقيقة من الممكن أن تنفلت في أي اتجاه وفي أي مسار أنت باست مع فكرة التقليل مما قامت به فصائل المقاومة في المنطقة أو حزب لا تحديدا في دعم الغزة وحماس وفصائل المقاومة لست مع التقليل وأيضا مع الرأي القائل بأن هذا غير كافي لأنه بنفس الوقت ما تواجهه غزة هو استثنائي يعني أيضا لا يمكن أن نتكلم عن حالة إسناد وتكون كافية لحالة غزة لكن بنفس الوقت الإقليم في مأزق ما هو الحديث الكثير الذي كثر عن فكرة وحدة الساحات والمقاومة إلى آخره اليوم هذا انتهى بشكل أو بآخر خصوصا أن الإبادة الجماعية على أشدها فصائل المقاومة الفلسطينية داخل غزة تواجه حقيقة بمفردها وبالتالي هنا فكرة وحدة الساحات طبعا فكرة وحدة الساحات منذ أن بدأت ما قبل 7 أكتوبر كانت أمام أسئلة كبيرة جدا هذه الأسئلة كان واضح أنه 7 أكتوبر وضحها أمام الاختبار الحقيقي هذا الاختبار لم يصل إلى منتهى حتى هذه اللحظة لم يصل إلى منتهى لكن كل ما تقدم وكل ما بقيت المعادلة بهذا الشكل كل ما كانت الإجابات أصعب على هذا الموضوع وكل ما اقتربنا أكثر من إنهاء هذا المفهوم وأنه لم يعد موجود على الطاولة لأنه حتى الآن فعلا هو غير موجود على الطاولة لكن كما قلت انخراط مثلا الحوثيين في هذا المستوى لا يمكن أن نقلل من شأنه حتى انخراط الحزب والحزب فقط حتى الآن أكثر من 700 عنصر معظمهم كوادر هناك أكثر من 200 ألف مهجر في جنوب لبنان إلى شمال الليطاني وبالتالي هناك أيضا هناك بعض الأمور التي نعم كل فلا يمكن أن نقلل من شأنها لكن كما قلت الذي يحكم هذه المعادلة ليس قدرات المقاومة وليس مدى التزامها أو عدم التزامها في مفاهيمها التي صدرتها الموضوع ملتزم مرتبط بالتوازنات الإقليمية بأزمة الإقليم بوجود تفوق استراتيجي لدى إسرائيل مدعوم من الولايات المتحدة مدعوم من الدول الغربية أو القوى الكبرى وأيضا محكوم أيضا بخلاف أو تناقض استراتيجي ما بين الغرب وما بين إيران في هذه المنطقة وبالتالي استعداد حتى الذي غير المستعدين لدعم نتنياهو في غزة مستعدين لدعمه في وجه نتنياهو وهذه المعادلة التي أدركها نتنياهو مبكرا منذ أن قام بقصف السفارة في دمشق حتى الآن بمعنى عندما يضعف الدعم الغربي لإستراتيجياته يقوم بجر يستطيع تسخين المشهد مرة أخرى نعم يقوم بجرهم إلى المربع الذي يتفق فيه الجميع على ضرورة خوضه سؤال الأخير متعلق بملامح الفترة القادمة وفقا لكل هذه التطورات التي تحدثنا عنها ما هي من وجهة نظرك؟ طبعا هي السيناريوات مفتوحة لكن أهم ما في الموضوع أنه يبدو أن إسرائيل استراتيجية إسرائيل الآن في غزة هو أن لا تكون هناك استراتيجية بمعنى لا نذهب إلى خيار بأن السلطة ستأتي ولا نذهب لخيار بأن حماس موجودة أو غير موجودة ولا نذهب إلى خيار قوات دولية أو غير دولية بمعنى لا يوجد إجابة هذه الإجابة فاصطرناها خلال الشهور الماضية على أنها جزء من العجز الإسرائيلي لكن هذا العجز بحد ذاته تحول إلى استراتيجية بأن لا نقدم إجابة ونذهب إلى حال التعويم اللي هو سيناريو التعويم بمعنى نذهب إلى غزة نقوم بتقسيمها نقوم بإنهاء الحالة المقاومة في المكان الذي نستطيع أن ننهي وبالتالي تقوم ربما غدا سلطات أمر واقع قد تكون المقاومة جزء من سلطات الأمر الواقع هذه قد نستطيع لذلك تكلم جالانت في فترة سابقة عن فكرة الفقاعات الإنسانية الفقاعات الإنسانية هي حقيقة معناه أن نقوم بإجراء أو صناعة أمر واقع في منطقة صغيرة لو قد يكون حي قد يكون مخيم قد يكون منطقة صغيرة أو محدودة تختلف عن الواقع المجاور تختلف عن الواقع المجاور وأين ينجح النموذج النموذج الذي ينجح تحاول المناطق الأخرى أو الفقاعات الأخرى أن صح التعبير بمحاولة مقاربتها أو تقليدها لذلك أو باعتقاد هذا السيناريو خطير يعني في نفس الوقت لأنه عندها لا نتكلم عن كيانية فلسطينية نتكلم عن تفتيت ليس فقط سياسي إنما حتى تفتيت اجتماعي وتفتيت في أبعاد أخرى من الممكن أن تتراكم وتولد واقعا ربما لم يشهده الواقع الفلسطيني حتى الآن عديث بقية شكرا جزيلا لك دكتور طارق حمود أستاذ ذلالوم السياسي أشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر